شكراً سيدة الرئيسة سيد وزير محترم كنشكركم على المواكبة وتتبع ديكم إلى المشروع الكبير اللي جاء في إطار السياسة سيدنا اللاين سرو دي التقلص من الفوارق المجالية إلى أنه نقترح عليكم واحد الخالية دي الصيانة راح رام سيد وزير الجيهة مجلس قليمي جامعات كيدروا طرق معكم ولكن لما كنش مصنفين كيوقع اخفال عليهم كيمشين كيقول لي عود ثاني خصنا واحد مدعا والمراير بغينها هاي هذا بجدار رضي النسبانية الحفرة كتوقع غدك يجوكي يتمصوها حنا لا كيبقى حتى نجمعه عشرين وستين حفرة عندهم ميزانية الله يجبك بخير بقينك دعملوها خطة خطة جديدة مبادرة من عندك وما كان شكوش فيها باش تكون إما مع النقبة الخير أو مع المسلمين أو مع شي يجي أخرى وانتوما عندكم آلية باش نضع لهذا الأفع لأنه النقل المدرسي عرف تطور كبير مع الطرق لا بناس بقد كتوصل يعني هذا دي الأشياء بقينك نشوفها كتوصل الناس ولكن الإغفال هذا الله يجبك حلوه استدركوا واشكرا ترجمة نانسي قنقر